قال مدير الاستخبارات القومية الأمريكية جيمس كلابر إن نحو 180 أمريكيين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى متشددين كلابر أشار إلى أن المواطنين الأمريكيين الذين سافروا إلى سوريا من حقهم العودة إلى الولايات المتحدة إذا لم ينخرطوا في أعمال عنف التبرعات للجماعات المتطرفة كتنظيم داعش والجماعات التابعة للقاعدة من الحكومات والهيئات الأهلية في دول إسلامية تقلصت في الآوينة الأخيرة بسبب تشديد الرقابة من جانب حكومات المنطقة الأولوية للولايات المتحدة وحلفائها في سوريا حاليا هي محاربة داعش جهود الولايات المتحدة لتجنيد وفحص وتدريب معارضين سوريين معتدلين هي مسعى طويل الأجل